يعد ارتباط مصر بقضية فلسطين ارتباطا دائما وثابتا تمليه اعتبارات الامن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والقومية مع شعب فلسطين وبعد تولي الرئيس السيسي ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر حيث بذلت مصر العديد من الجهود لحق ندماء المدنيين الابرياء من ابناء الشعب الفلسطيني ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائما ثابت تمليه اعتبارات الامن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين فلم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في اي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية ولم يكن ابدا ورقة لمساومات اقليمية او دولية لذلك لم يتأثر ارتباط مصر العضوي بقضية فلسطين منذ عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين مصر اتخذ التدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية منذ نشأتها وتمثل ذلك في مواقف رؤسائها والمسؤولين بها في المحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية وإيجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام الف وتسعمائة وسبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية ومعترف بها من الامم المتحدة ويأتي هذا الحرص عن اقتناع تام بان تحقيق هذه الخطوة هامة جدا لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم بالمنطقة ولتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني بذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بقطاع غزة فضلا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرح والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني وبهدف تحقيق الوفاق بين الفصائل المختلفة ترعى مصر الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتتم استضافته في القاهرة في جولات متكررة منذ عام 2002 أكدت خلالها مصر ضرورة وضع برنامج سياسي موحد بين كل الفصائل ركيزته الأساسية تخويل السلطة الفلسطينية وإجراء مفاوضات مع إسرائيل في القضايا المصيرية وعدم قيام أي فصيل من الفصائل أو السلطة الفلسطينية بالخروج عن البرنامج السياسي الموحد أو الانفراد باتخاذ القرار كانت وستظل مصر المساندة الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية ومصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعودة كافة الحقوق للشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر